في الساعات التي تقترب من تكشف ملامح الصورة النهائية لسياسة بغداد برئاسة الجمهورية وتشييد الحكومة الجديدة وبعد أيام ثقيلة ركدت فيها نتائج الحوارات على أبواب الانتظار أصبحت أوراق البرلمان على طاولة الجلسة المرتقبة ساخنة بما يكفي لأن تنطق بوجهة السياسيين المقبلة وإتمامها والبدء بتحقيق المطلوب للعراقيين وهذا نداء بصوت المنتظرين الذين ربما يرجح المتابع للمشهد أنهم سيعودون للسؤال البديهي متى ستحقق النخبة أهداف الشارع ومطالبه؟ في هذه الجزئية الأساسية عند المواطن ينتهز زعيم التيار الصدري الفرصة لعلاجها قبل أن تصبح مشكلة متأصلة تعيق بناء البيت السياسي لينهي قبل أيام قليلة جدلا قد يثار في البرلمان متحدثا بصيغة القرار الجاد في تشكيل حكومة بعيدة عن التوافق ومخاطبا المستقلين الأكثر حضورا في البرلمان الخامس الجديد وفي تغريدة مفصلة ومحللة للمشهد السياسي بوضوح مطلق ينهي الصدر أي تنبؤات بشأن تراجعه عن موقفه السياسي وشكل الحكومة التي يريدها أو نوعها وهنا على وجه الخصوص يؤكد الزعيم الصدري خوض التجربة الجديدة الممثلة بحكومة أغلبية وطنية لأجل تلبية النداء العراقي الموحد الذي يصرخ في الحكومات المتعاقبة بضرورة إنهاء زمن التلكؤ والفساد والمحسوبية والفوضى بكلمة واحدة لا رجعة فيها ينطقها الصدر نهوضا بالواقع المرير ومن هنا كان خطاب الصدري مباشرا للمستقلين الوطنيين بالوقوف وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ العراق أو كما قال زعيم التيار الصدري ترجمة نانسي قنقر